غادرها كما ذهب إليها مليئا بالإحباط ومتمسكا كعادته بالأمل تلك هي خلاصة رحلة المبعوث الأممي مارتين جريفث إلى صنعاء التي زارها بعد جهود عمانية مكثفة أسفرت عن مباحثات مع عبد الملك الحوثي نتجت عنها أفكار لم يفصح جريفث عن تفاصيلها لقد عملت الأمم المتحدة في الثلاثة السنوات السابقة وفي مجلس الأمن بالتحديد على أنها تسمح بدخول السفن إلى اليمن ففي المتمر الصحفي الذي عقد في صنعاء تحدث جريفث عن جولاته المكوكية قائلا إنه لا يوجد أحد أكثر إحباطا منه فطوال عام ونصف بذل جهودا حثيثة لإنجاح خطته التي تبدأ من فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية وهي الجهود التي ظلت تدخلات العسكرية تعيق كما صرح كل تقدم أممي يتم إحرازه لا يمكن إنهاء دورة الإطراب السياسي والعنف إلا من خلال تسوية تفاوضية تؤدي إلى مستقبل من الحوار السياسي اليمنى اليمنى مع كل هذه العوائق فإن الأمم المتحدة بحسب تصريح مبعوثها لا تزال تعمل على خلق تسوية تفاوضية تؤدي إلى مستقبل من الحوار اليمني المستدام بهدف كسر دائرة العنف فاليمن كما يؤكد جريفث لا يمكن حكمها استنادا على الهيمنة العسكرية أو عبر تدخل الخارجي في إشارة أولى إلى الحوثيين وثانية للحكومة لا جديد في زيارة صنعاء سوى التاكيد الأممي على نفس المقترحات السابقة والتي تتضمن رفع القيود على حركة الأشخاص والسلع الأساسية في مطار صنعاء ومواني الحديدة ووقف إطلاق النار في أنحاء اليمن والأنشطة العسكرية في مارب إن استمرار أنشطة العسكرية في عدة أجزاء من البلاد بما يشمل في ذلك مارب كيف سيتم التوصل إلى تسوية حقيقية في اليمن وفق الرؤية الأممية التي عبر عنها جريفث في بيانه الصحفي يمكن ذلك إذا ممتلكت الأطراف اليمنية الشجاعة لاتخاذ قرار الانتقال من الحرب إلى السلام وهي الشجاعة نفسها التي بنظر ناقدين للأداء الأممي يفتقدها المبعوث الدولي الذي لم يجرؤ على تسمية الحوثي كمعرق للسلام رغم الاتفاق الدولي على ذلك